بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخمسة برنامج الماجستير المهني في المحاسبة MBA الفصل الدراسي الثاني المستوى الثاني تخصص محاسبة مالية عربي المقرر او المادة اعداد التقارير المالية لقطاعات التشغيل اعداد الدكتورة ايمان السعيد من المحاضرة اللي فيت كنا بندرس العوامل المؤسرة على مستوى وجودة الافصاح القطاعي وقلنا ان هما ممكن نقسمهم لنوعين من العوامل الاليات الحوكمة وخصائص الشركة وقلنا ان الاليات الحوكمة كان فيها خصائص مجلس الادارة ممكن ندرسها وخصائص لجنة المراجعة كانية من الاليات الحوكمة وهيكل الملكية وبالتالي كل مجموعة من الخصائص مجلس الادارة خصائص لجنة المراجعة هيكل ملكية لطريقة في القياس اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. وقلنا هناخد تلات انواع من خصائص الشركة زي ما نشوف تلوقتي في تمريب معنا. آآ اللي هي اخدنا حجم الشركة والرفع المالية وربحية الشركة. آآ دي يعني مراجعة بسيطة على العنوين. يعني بتدي ناخد بقى ايه معنا اول حالة عملية وتطبيقية. آآ هنشوفها بتتكلم ازاي. الموضوعات النقط اللي هي بتقولها. آآ فالتمريم معنا هو بيقول لك طلبة منك فحص المعلومات القطاعية المدرقة بالقوام المالية السنوية لشركة الحياة المقيدة ببورسة الاوراق المالية. والمعدة عن الفترة آآ المنتهية في واحد وتلاتية اتناشر الفين وتمانتاشر. وبالمعلومات وبالاطلاع على المعلومات القطاعية لشركة الحياة تبين انها معروضة كما يلي. قدام الجدول آآ في آآ خمس خانات. خانة لبيان وعندي اربع قطاعات. الشركة دي مقسمة آآ نشاط بتاعها لاربع قطاعات. قطعة واحد واتنين وتلاتة واربعة. وابتدى يديك معلومات جدول عن الارادات من عملاء خارجيين. الارادات بين القطاعات. ارادات الفوائد. مصروفات الفوائد. الاهلاك والاستهلاك. ارباح القطاع. اصول القطاع. التزامات القطاع. تلاحز ان هم تمن معلومات موجودين في خانة البيان. وقصاد القطاعات. الارقام الخاصة بيهم آآ سواء قطاع واحد او اتنين او تلاتة او اربعة. بعد كده تحت الجدول دهوا. ابتدى يقول لك فاذا توفرت لديك المعلومات التالية. معظم اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة بالشركة مستقلين. آآ عدد اعضاء مجلس الادارة تمانية. عدد اعضاء لجنة المراجعة خمسة. رئيس مجلس الادارة هو المدير التنفيذي. عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة خمسة. نسبة اجمالي اسهم الشركة المملكة المساهمين الذين يملكون خمسة في المية فاكتر من الاسهم تساوي اتنين واربعين وتسعة من عشرة في المية. المطلوب الف في ضق دراس تقليميار محاسبة لمصري واحد واربعين اللي هو مقابل ليه الدولي. افرز تمانية. اذكر اهم عشر معلومات قطاعية ستتأكد من وجودها بالتقرير القطاعي لشركة المستقبل. او الشركة الحقيقة اللي احنا شغالين فيها. احسب مستوى وجودة الافصاح عن المعلومات القطاعية. مستخدمة المعلومات العشرة التي ذكرتها في علم. اذكر اهم المحددات التي يمكن ان تؤثر في مستوى جودة الافصاح القطاعي للشركة وكيفية قياسها. واكتب جدول يوضح المتغيرة التابعة والمستقلة في الحالة المعروضة مع حسابها بالارقام. باختصار كده هو عايزك تقيس مستوى وجودة الافصاح. وبعدين تشوف العوامل اللي احنا درسناها المؤسرة على اه الافصاح القطاعي ونبتدي نحددها بالارقام. نلاحظ حاجة ان دي شركة واحدة اه سنة واحدة هتمثلي سطر في الاكسل لو احنا هنعمل الشغل على برنامج الاكسل اه او اه سطر واحد في برنامج اه اللي هو اه الاس بي اس اس البرنامج الاحصائي اه لتحليل بيانات اس بي اس اس. اه ايا كان اه المهم مديني تمن معلومات وبيقول لك اذكر لي عشرة. وبالتالي انت هتضيف اي اه معلومتين من المعلومات القطاعية الوردة بيء المعيار ومش موجودة في عندك في راس اه التمرين. لما نضيف معلومتين تانين هيبقوا عشرة. اه نقدر اه اه عشرة ده الشيكليست بتاعتك او اه القائمة المرجعية اللي انت هتستخدمها في اه ايه الحكم او اه قياس مستوى الافصاح وجودته. انا بنقش لسه في التمرين لسه ما بتداتش نحل. اه ووقفة هنا شوية على اساس ان اه نشوف البيانات هنتعمل معها ازاي. اه الارقام الوردة هنا هو. اه واضح انها موجودة في صورة كمية. وبالتالي جودة الافصاح هنديها سفر ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة زي ما خدنا في المحاضرات اللي قبل كده. هنديها اتنين. افصاح كمي فقط. هنديها اتنين. كمي وصفكم نديناها تلاتة. يعني ايه كمي فقط يعني مديني ارقام فقط. اه ازاي مثلا ارادات من عملاء خارجيين مدهني في قطاع اه واحد تلات تلاف. اه القطاع اتنين خمس تلاف. قطاع تلاتة تسعة تلاف وخمسمية. قطاع اربعة اتناشر الف. اه الارقام ديا مدهالي مدانيش بيانات تانية خاصة بتفاصيل الارادات اه 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 او ملاء مثلا بيمثلوا عشرة في المية اه من اجمال الارادات اه 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 يعني اي بيانات تانية اه وصفية اه عن الارادات وتفاصيلها مش مديني يبقى هو مدانيش على معلومات كمية بس. وبالتالي كل البنود اللي عندي اللي افصح عنها اه هاب. اديها اتنين. اه عنده حساب جودة الافصح. طب كم معلومة افصح عنها وواضح ان هما تمانية. طب هل الافصح لاحظ ان هو مديك في راس التمرين اربع قطاعات. الاربع قطاعات دول كل قطاع الواحد وما دكش قطاع اجمالي. اه بافتراض ان احنا جبنا القطاع الاجمالي هتلاقي اه كل الخناد مليانة. بتاعة اه كل سطر من السطور الايرادات من عملاء خارجيين هنلاقي لها اه رقم. الايرادات بين القطاعات هنلاقي لها رقم ايرادات الفوائد ومصروفات الفوائد والاهلاك. اربع القطاع. اصول القطاع لتزامات القطاع ليه ارقام. لما نضيف اه اه هما تمانية مفصح عنهم. بينما التوتل اللي هو مدهولك اللي انت عايز اه في راس التمرين هتضيف اي اتنين من المعلومات القطاعية. الوردة في المعيار واحد واربعين. المصري. والمقابل لي اه افرز تمانية او الدولي. اه اه اي معلومتين هنضيفهم. يبقى عندي شكلة بعشر معلومات. بينما المفصح عنهم تمانية. يبقى مستوى الافصاح تمانية على عشرة تمانية من عشرة. جودة الافصاح نحسبها ازاي? عندنا اه الدرجة التي حصلت عليها الشركة في البسط. والمقام رقمين مضروبين فبعد بفكرك بالمعادلة. اه الرقمين دول عبارة عن اقصى درجة ممكن ان يحصل عليها الشركة اللي هي تلاتة. لاني سفر او واحد او اتنين او تلاتة. واي تاني. اه عدد اه البنود في المؤشر او الشكلة بتاعتي او القائمة المرجعية اللي هما عشرة. يبقى جودة الافصاحة ازاي? اه عبارة الدرجة اللي حصلت عليها الشركة هما تمن بنود افسحت عنهم. وكل بند افسحت عليه في سورة كم هي هدي له اتنين? يبقى اتنين في تمانية. اه بستاشر ده البسط على المقام تلاتين جات منين عبارة عن عشرة. عشرة بنود في الشكلست. اه او القائمة المرجعية في تلاتة. تلاتة لحد الاقصى اللي ممكن تحصل عليها الشركة. اه بعد كده البيانات اللي تحت ديا. اه ستسعيدني. اه اللي هي ببعد فا ازا توفرت لديك المعلومات التالية. هتسعيدني البيانات ديا. اه في اه تحديد اه او قياس محددات الافصاح القطاعي. او العوامل اللي بتأثر في الافصاح القطاعي. او المتغيرات المؤسرة. اه في المتغير التابع اللي هو اسمه الافصاح القطاعي. سواء كان مستوى افصاح او جودة افصاح قطاعي. طيب نبتدي نشوف بقى الحل بتاع التمرين يعني تفصليا. احنا بس كنا بنقش. اه كده التمرين. الحل ممكن يكون يمشي ازاي. اه هنا عاملين جدول. الجدول ده هو المنطوب في الحل. واضح زي ما انت شايف موضحة في الجدول الارقام في في تحت خالص. اللي هي مسلا مستوى الافصاح القطاعي تمانية من عشرة. اه جودة الافصاح خمسة من عشرة وهكذا. اه تلاحز ان طبعا المستوى الافصاح تمانية من عشرة اعلى بيوقع من الجودة لان دايما الجودة بتاخد رقم اقل او نسبة اقل. اه ده خمسة من عشرة بينما مستوى الافصاح تمانية من عشرة. اه واضح ان ده اللي هو جودة الافصاح او مستوى الافصاح ده المتغير التابع بتاعي. سواء واي وان او واي تو. بينما بقية المتغيرات هي المتغيرات المستقلة عندي او المحددات بتاعتي. اه كنا دراسنا في المحاضرة اللي فيت الخصائص مجلس الادارة. وقلنا ان احنا هنعوض عليها بتلات متغيرات هي استقلالات اعضاء مجلس الادارة وهديها واحد او سفر. حجم مجلس الادارة وهدي استردها واحد او Rio. اه ازواجات دول الموديل التنفيذي هيديها واحد او سفر اه بالنسبة لخصائص لجنة المراجعة استقلالات اعضاء لجنة المراجعة اكس ارباع ع użyياً بدديها واحد او سفر. حجم لجنة المراجعة اللي هو عدد اه الاعضاء. آآ حسب ما هو موجود في التمرين. خمسة. الدهالك في البيانات اللي تحت آآ الجدول اللي في راس التمرين. آآ عدد مرات اجتماعي اللجنة موجود برضو. فهبنحط لها اكسي ستة. هيكل الملكية او تركز الملكية موجودة في راس التمرين. قال لك ان النسبة آآ اتنين واربعين وتسعة من عشرة آآ في المية. فاحنا آآ يعني حطناها. بالنسبة لخصائص الشركة بنقسها بتلت حاجات. حجم الشركة. ودي هفكرك المرة اللي فاتت قلنا ان احنا بنقس حجم الشركة بحاجة اسمها اللغة الطبيعي لاجمال الاصول. يعني بجيب اجمال الاصول بتاعت الشركة. وابتدي على مستوى القطاعات كلها. وابتدي اجيب آآ اللين بتاعتها بالقل الحسبة. آآ وبخطها. طيب آآ بالنسبة آآ مثلا اجمال الاصول آآ في القطاع الاولاني الفين. والقطاع التاني خمس تلاف. قطاع التالت تلات تلاف. والرابع اتناشر الف نجمحهم كلهم يطلع واتنين وعشرين الف. هنجيب اللين بتاعت الاتنين وعشرين الف. هتطلع تسعة وتسعة من عشرة زي ما احنا شايفين هنا. آآ ده الناتج النهائي اعتبر. لسه هناخد ملاحظات على الحل. لكيفية حساب الارقام بقى الوردة في هذا الجدول. وهو زي ما انت شايف الحزبة دي كلها عشان نعمل سطر واحد في الاكسل. لسنة واحدة لشركة واحدة. لما يكون بقى عندنا عدد من الشركات آآ وعدد من السنين دو كل الشركة هيبقى العملية هتجبر. آآ طيب الرفع المالية تاني خاصية لاكس تسعة. آآ تاني خاصية من خصائص الشركة. بنقسها ازاي? اجمال الالتزامات على اجمال الاصول. افكرك دي القياس بتاعها. وبالتعود بالارقام هنجيب اجمال الالتزامات للقطاعات كلها لاربع قطاعات. آآ هتطلع معاك تلاتاشر تبنمية وخمسين. واجمال الاصول آآ اتنين وعشرين الف لبردو لاربع قطاعات. نهط آآ البسط اجمال الاصول. آآ اجمال الالتزامات الرافع المالية. لاجمال الالتزامات على اجمال الاصول. وبالتالي تلتاشر الف تبنمية وخمسين على اتن وعشرين الف تطلع آآ تلاتة وستين من مية زي ما هو حضراتكم شايفين كده نقص ربحية الشركة ستاشر من مية ستاشر من مية جات منين عبارة عن صف الربح على اجمال الاصول صف الربح للقطاعات كلها آآ واجمال الاصول برضو للقطاعات كلها آآ يطلع صف الربح للقطاعات كلها لو جمعناها تلات تلاف ربما وسبعين على اجمال الاصول للقطاعات كلها بتطلع اتنين وعشرين الف آآ هنعمل الحزبة دي بالألحاز بتطلع ستاشر من مية وسبق ان احنا قلنا مستوى الافصاح ده اهو دي الحزبة بتاعتنا مستوى الافصاح اتأسس زي تمانية من عشرة على آآ التمانية من عشرة جات من اين مبارة عن تمانية على العشرة تمانية دي عدد البنود المفصح عنها على عشرة اجمالي آآ عدد البنود اللي هي في القائمة المرجعة والشيكلة طيب جودة الافصاح بسط ومقام البسط في ستاشر عبارة عن اتنين في تمانية الاتنين اللي هي الدرجة اللي حصلت عليها الشركة في تمن بنود افصحت عنها في صورة كمية طيب على آآ تلاتين تلاتين دي عبارة عن عشرة في تلاتة التلاتة ده الحد الاقصى آآ اللي ممكن تاخده الشركة اللي هي قلت لك يا تاخد سفر يا واحد يا اتنين يا تلاتة العشرة دي انا المضروة فيها اللي هو اكبر عدد بنود المؤشر آآ اللي هما عشرة عندنا آآ ده الحزبة دي كلها تطلع خمسة من عشر وحجم الاصول اللي هو اللغة من الطبيعي لاجمال الاصول حجم الشركة يعني آآ اللغة من الطبيعي لاجمال الاصول وجمعنا اجمال الاصول وجبنا له اللين بتاعتنا بالألة الحاسبة آآ الرفع المالية عبارة عن اجمال الالتزامات على اجمال الاصول. جبنا اجمال الالتزامات للشركات كلها. وبعدين اجمالي الاصول للشركات كلها. وعسبناها. آآ ربحية الشركة صف الربحة على اجمال الاصول. صف الربحة للشركة كلها القطاعات كلها جمعناها. وربحية الشركة واجمال الاصول. آآ برضو للقطاعات كلها. وبالتالي طلع عندنا معدل عائدة على الاصول. دي كان حل التمرين زي ما حضراتكم شايفين. وده تمرين مهمين. آآ بعد كده هناخد نقطة مختلفة شوية جديدة آآ او موضوع جديد بيتكلم عن استخدام المعلومات القطاعية في اتخاذ القرارات. ممكن تفيد دي بتبيني اهمية المعلومات القطاعية آآ هي مهمة في اتخاذ القرارات. زي قرار ايقاف او عدم ايقاف قطاع. آآ طب في الحالة دي هنعمل ايه? القرار هنتخذه على اي اساس هنختار البديل الذي يحقق صافي دخل اكبر للشركة ككل. هنختار البديل الذي يحقق صافي دخل اكبر للشركة ككل. يعني امثال لو احنا عندنا سوبر ماركت مسلا للتبسيط سوبر ماركت فيه كذا قطاع. آآ الكطاعات دي مثلا قطاع او كذا قسم. قسم الاسماك وقسم اللحوم وكده وقسم البيئلة. طيب آآ قسم الاسماك لو افترضنا ان هو بيحقق خسارة. آآ طيب آآ عمالي حقق خسارة بينما بيت الاقسام بتحقق ربحية. طب انا آآ عايز اتخذ انا كصاحب سوبر ماركت عايز آآ اتخذ قرار. اوقف آآ قصن الاسماج دوا والغي من الشركة ولا آآ ايفضل مستمر معي آآ في لانه آآ طب اعمل ايه? يبقى هتخذ القرار على اساس آآ اشوف الدخل اللي هتحقق الشركة مع وجود هذا القطاع اللي هو قطاع آآ او القسم في المثال بتاعي اللي هو قسم الاسماج وربحية الشركة في في وجود هذا القطاع الشركة ككل يعني في وجوده وفي عدم وجوده اقارن بين رقمين آآ الدخل في كل واحدة فيهم واختار الدخل الاجبر هنختار الدخل صافي دخل اكبر سواء في وجود القطاع او عدم وجوده او في المثال بتاعي قسم الاسماج ده هو آآ لو هو موجود هيبقى دخل الشركة قد ايه? ولو هو اه وقفناه هيبقى داخل الشركة قد ايه. ده مبدعيا. طب ناخد تمرين بقى ونشوف عملي ايه الموضوع هيمشي ازاي. حال عملية وتطبيقية. آآ بيقول لك الحالة دي فيها بيانات. عندي تلات قطاعات. وخانة للبيان. ازا توفرت تدايك البيانات التالية لاحدى الشركات عن السنة المنتهية فعله تلاتين اتناشر الفين وتمنتاشر. ابتدى يديك معلومات مجمع ربحة او خسارة. لتلات قطاعات سوى اجور تلات القطاعات وايجار تلات القطاعات دول الف وبيه وجيب. والاعلان بتاعهم آآ بعد ما اديك صاف الربح. لا او الخسارة طبعا. طب مجمع للربح او الخسارة. آآ واضح ان القطاع به بيحقق خسارة. طيب بالنسبة ليه صافي الربح برضو بايه بيحقق صافي آآ ربح. آآ طيب آآ صافي خسارة. نمرى به قطاع به بيحقق صافي خسارة. طب السؤال بقى نلغي به ده قطاع به ويبقى عندنا الف وجيم بس. ولا نستمر في وجود الف وبه وجيم مع بعض. هنشوف كده آآ في ضوء معلومات اكيد هيدها لنا تانية. المعلومات اللي ادها لنا التانية فاذا علمت ان الشركة تنوي الغاء القطاع به. لانه يحقق خسارة. واذا تم الالغاء فسوف يحدث ما يلي. آآ طيب هيحصل ايه? يتق سوف يتم تقسيم المساحة المؤجرة بالتساوي بين الف وجيم. ابتدى يكلمك عن بنود التفاصيل بقى بتاعة المساحة آآ المؤجرة. وعشان نشوف موضوع الايجار ده وتكاليف بعد كده سوف يتم تقسيم تكاليف الاعلان بالتساوي بين القطاع الف وجيم. وسوف يتم ايقاف ستين من في المية من اجور القطاع به. اما باقي آآ الباقي وقدر اربعين في المية سوف تقسم بالتساوي بين القطاع الف وجيم. فهو بتشوف التكاليف المشتركة ما بين آآ الكطاع به وغيره من القطاعات فلو اقفناها ايه اللي هيحصل آآ لما يتلغي به. في فعلا بعد التكاليف هاتقل وهتختفي. بس في تكاليف تانية بتحملها الشركة سواء موجودة القطاع به او اتلغى. المطلوب آآ هل ترى الغاء القطاع به? يعني اتتخذ القرار بقى. نلغيه ولا نخليه? طب نعمل ايه? تلوقتي الحال هيمشي معانا ازاي? اهو. هنشوف آآ النفس الحزبة اللي هو مديها لي بعد الالغاء. بعد الغاء الايه? القطاع به. وبالتالي مش هيبقى عندي غير القطاع الف والقطاع جيم. ابتدينا نحط آآ مجمل الربحة او الخسارة بتاعة القطاع الف سبعة واربئين الف دي من راس التمرين. وتلاتة وعشرين الف الجيم. به طبعا اتلاقى خلاص. اما الاجور والاجار والاعلان بتدى يديني بيانات تحت التمرين. زي ما انا قريتها لك لسه من قيمة شوية. آآ اللي بتقول لك ان الاجور بتاعت به هتتقسم جزء منها آآ على آآ آآ الف وجيم. والاجار كذلك. هيتقسم بالتساوي. والاعلان في حاجات برضو من بيها هتتقسم. وبالتالي الاجور الجديدة عندنا في قطاع الف هتصبح. اجور القطاع الاصلية اللي هي عشر تلاف زائد حاجات جياله من القطاع آآ التاني. اللي هو به. يبقى عشر تلاف زائد تمن تلاف فيه اربعة من عشرة. هيطلع الرقم في النهاية الاجور الجديدة الرقم الجديد للقطاع الف حداشر ستمية. بينما في القطاع جيم الرقم هتبقى الخمسة الاف بتاعته الاصلية بتاعت الاجور. زائد آآ اجور تانية هتتحول عليه من القطاع به. لو عملنا الحزبة بتاعتها هتطلع ستة وستين ستة لاف وستمائة جنيه. الايجار. آآ هيبقى آآ تلات تلاف جنيه بتاعت القطاع الف من الاول. زائد الف جنيه جياله من القطاع به. اللي هي حصل آآ آآ بالتساوي ما بين الف وجيم. آآ ما وجود كده في رأس التمرين اللي هو الرقم اللي يخص به. هيتقسم ما بين الف وجيم بالتساوي آآ 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 رقم الاصلي لإيجار القطاع جيم. وجياله آآ 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 آ� ايه بقى? هن يبقى عندنا صاف الدخل في حالة الغاء القطاع به. آآ ابتدى يتحدد عندي. صاف الدخل للشركة ككل. آآ بعد الالغاء هو عشرين الف ستمية زائد سبع متين سواء قطاع الف او جيم. المجموع بتاعه سبعة وعشرين ثمنمية. بينما صاف الدخل للشركة ككل. قبل الالغاء للتلت قطاعات مع بعض كان به موجود. وبالتالي الف زائد به زائد جيم اللي هي اتنشر ستمية زائد آآ اتنين وتلاتين ستمية ناقص ستة وعشرين الف عشان خسارة طرحناها. تلعي آآ الدخل الصافي للشركة ككل. آآ ستة الاف جنيه ده قبل الالغاء. قبل الالغاء به. بينما لو لغينا آآ في حال بعد الالغاء صاف الدخل للشركة ككل سبعة وعشرين ثمنمية. طبعا هنختار البديل الذي يحقق اكبر صافي دخل للشركة ككل. اللي هو الدخل اللي مقداره في التمرين ده سبعة وعشرين ثمنمية. هو ده اللي انا هختاره. وبالتالي ننصح بايه? بالغاء القطاع به. لانه البديل الذي يحقق صافي دخل اكبر للشركة ككل. اي كان سبعة وعشرين سبعة وعشرين الف وتمنمية. وبالتالي ساهمنا ساهم القرير القطاعية او القطاعات التشغيلية في اتخاذ القرار. ساعدتني المعلومات التفصيلية لكل قطاع في ان انا اتخذ قرار الغاء آآ القطاع او به. التمرين ده طلع البيانات والارقام ان انا من المستحسن ان انا الغي هذا القطاع اللي هو في قطاع به ويبقى عندي قطاعين بس هو الف واجيم. كده يبقى حل التمرين انتهى. وبشكركم وبتمنى لكم آآ التوفيق. وربنا معكم.